يا جماعة ثقوا بالله ثقوا بالله العظيم الله قادر يقول احد السلف من شدة يقينه بالله والله لو اقسمت على الله ان يحرك هذا الجبل لا تحرك من يقينك بالله اللي ما جاها عيال عقيم اللي تأخر عليها الزواج وتظن مصيبتها اكبر مصيبة الانسان المسجون المريض يا اخي ادعوا الله وانت صادق موقن بالاجابة اقولكم شيء يوم الجمعة فيها ساعة فيها ساعة اذا وافقها العبد المسلم ودعى الله اعطاه الله ما يريد يقول بعض السلف والله لو يعلم الناس ما في ساعة الجمعة ما تركوها لحظة يا اخي اجلس في مصلاك في بيتك لا في في سيارتك ليس لها مكان ساعة الجمعة ادعى الله باي مكان فيها استغل هذه الساعة والح على الله الله يدعى طبعا في كل وقت وفي كل زمان لكن فيه مواطن اجابة مثل اخر ساعة يوم الجمعة اخر الليل عند نزول الله سبحانه وتعالى نزول اليق بجلاله في الثلاث الاخير اذا كنت صايم بين الاذان والاقامة في حال الاضطرار اما يجيب المضطرة اذا دعاه ويكشف السوء فحبست الشمس يجمع اربعين سنة ضايعين طيب ليش الله سبحانه تعالى قبل الاربعين سنة كان دخلهم طيب ليش من ستة شهور هو جالس يحاصرها لا لان سار الجيل جيل مؤمن وسار اليقين مليان القلب مليء اذ تستغيثون ربكم الله يقول للصحابة النبي صلى سلم في غزوة بدر ليلتها جالس يدعو العدد ثلاثمائة واربع طعش والمشركين الف والنبي صلى سلم يعرف ان العدد ما يثكافأ في الحسبة البشرية وجالس يدعو يا رب ان تهزم هذه العصابة فلن تعبد في الارض ابدا يا رب حتى طاح رداءه يقول ابو بكر ضرب على كتف النبي قال هون عليك يا رسول الله والله ان الله منجز ما وعدك الله منجز ما وعدك الله يقول عن هذا المشهد اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ايش ممدكم جت ملائكة تحارب مع النبي صلى سلم ممدكم بالف من الملائكة منزلين الملائكة نزرت حتى الله قادر الله قادر يسخر معك ملائكة وقادر يسخر لك خلقه وقادر يفتح لك الابواب المغلقة فيه دعاء تدعو واحدة من العجز دائم تقوله اللهم افتح لي ما تسكر ويسر لي ما تعسر فاقول هذا الدعاء رغم انه يقال بالعامية لكنها دعاء جميل اذا انت دعوت الله وانت موقن يسر الله لك كل ما تعسر وفتح الله لك كل ما تسكر قرب الله لك البعيد وبارك لك فيما في ايديك واعطاك اللهم ان كان رزقي في السماء فانزله وان كان في الارض فاخرج وان كان بعيدا فقربه وان كان قريبا فعجله وان عجلته فبارك فيه وادمه يا رب العالمين اذا اجاب الله دعواتك فتحت لك ابواب الخير كلها